بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله تكون هذه الحصة الأخيرة من الدرس الأخير من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics راح نشوفها The Work Energy Equation Many pipelines contain pumps or turbines which add energy to or remove energy from فعندي pumps تضيف طاقة و turbines remove طاقة من السيستم أو من الماء فإذا هنا we can't apply the Bernoulli theorem. Why? Because هنا في شيء برّة أو طاقة خارجية على السيستم To develop work energy equation, we will use a control volume which coincides with the walls of the stream tube or full-sized conduit فهنا راح نشوف أنه heat transfer and internal energy are neglected في المعادلة هذه إن شاء الله If they are used, we obtain the first law of thermodynamics. فهنا internal energy and heat transfer سوف يتم تغاضي عنهم أو عدم أخذهم بعين الاعتبار The mechanical work energy principle is expressed by the question divided by time to have the rate at which the work is done And the energy is changed. فعندي هنا DW over DT is equal DE over DT فرح نشوف أنه استعمال Bernoulli Balance راح نضيف لها إيش؟ فعندي الجزء هذا يساوي الجزء هذا زي ما شفناه في ال Bernoulli Equation لكن هنا راح نضيف على اليسار أو الطاقة المضافة للسيستم اللي هي Pump Energy والطاقة التي سوف تسحب من السيستم اللي هي Turbine Energy فمعادلة هذه بكلها تسمى Ace This is the work energy equation Because engineers are usually interested in power of such machines, it's important to be able to evaluate the added or extracted power فالطاقة المضافة زي ما قلنا هي Pump Energy Extracted Power أو Removed Power اللي هي Turbine Energy فإذا بما أنه هنا المهندسين يتطلب أو يلزمهم معرفة أو حساب الطاقة حقه البامب اللي تم وضحها أو الطاقة التي تسحب من السيستم من Turbine فعندي إذن الطاقة هذه الباور تساوي إما Pump Energy أو Turbine Energy في H ضرب Rho G Q Q هو Flow Rate Rho هو Density طيب المعادلة هذه نقدر أيضا نلقوها بإيش؟ إما بالهرس باور فلو بغينا نحسبوها بالهرس باور او عينا راح نشوف انو تسوي بامب اينارجي فى رو دي كيو على 1746 و ليش لانو عندي واحد هرس باور يسوي باوين 746 كيلوات او 746 و ولو بغيت نحسبها بالكيلو وات فنستعمل نفس المعادلة Pump Energy وإلا أو Turbine Energy في Rho GQ تقسيم 1000 عشان نلقها باش بالكيلو وات هنا نكون خلصت المحاضرة هذه والمنهج هذا أتمنى يعني أن الشرح كان واضح بالطبع إذا في الأسئلة فهناك الطرق المعتمدة في التواصل مع الدكتور أو مع المقرر هموما أتمنى أنه يعني ما في أسئلة ولو في أسئلة زي ما قلت لكم تقدروا التواصل معايا بالطريقة المتاحة السلام عليكم ورحمة الله